بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحلقات التي نستعرض فيها غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ونرى فيها هديه في القتال وطريقته في معاملة الأعداء ونتابع فيها رحلة صعود الإسلام من الضعف إلى القوة والسيادة والتمكين في الحلقة الماضية وصلنا بالحديث حتى فتح خيبر وعودة مهاجر الحبشة وتكلمنا عن غزوة ذات الرقاع والآن بدأ أن الأمور استقرت طبعا انتهت المعركة مع مكة بصرح الحديبية انتهى مركز التمويل والتدبير بفتح خيبر زاد نفوذ المسلمين والتسع باستطاعتهم أن يضربوا أي تجمع يعني يحشدوا ضدهم حول المدينة وتوجت قوة المسلمين في أدائهم عمرة القضاء طبعا لو تتذكرون أن البند الأول في صلح الحديبية كان أن المسلمين يرجعون هذا العام على أن يأتوا العام القادم يعني قريش تسمح لهم بالعمرة في العام القادم يعني عام سبعة للهجرة صلح الحديبية كان في سنة ستة للهجرة وبالفعل تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة للعمرة وكان معه ألفين من الناس بخلاف النساء والصبيان واصطحبوا معهم سلاحهم الكامل لأنهم حذرا وتحسبا لغدر قريش المعاهدة تضمنت أن لا يدخل النبي مكة إلا في السلاح الخفيف يعني بتعبيرهم إلا السيف في القرب في الأغماد لكن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب معه آلة الحرب كاملة تحسبا ولما عرف المشركون بهذا بعثوا إليه يقولون يعني ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر فلا يعني تدخل السلاح تدخل حرم بالسلاح وقد شرطوا عليك أن لا تفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن ندخلها إلا كذلك تمام فيعني النبي اصطحب معه آلة الحرب لكن لن يدخل مكة إلا بهذا السلاح الخفيف لكي يتجنب أن تغضر قريش فيعني بهذه الرسالة طبعا كانت قريش أرسلت مكرز بن حفصل والسفير الفاشر الذي تكلمنا عنه ولما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عاد يطمئن أهل مكة ولكن طبعا هذا هو درس حتى درس لنا نحن في التحسب والحذر التام من المشركين حتى في أحوال المعاهدة معه طيب إذن لما دخل النبي مكة أبقى على السلاح خارجها وجعل عليها حراسة من مئتي فارس كان على رأسهم سيدنا محمد بن مسلمة ودخل هو وبقية الصحابة إلى العمرة أيضا في العمرة أثناء العمرة تحسب المسلمون فكانوا في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحيطون به يعني تقول الرواية كانوا يحيطون به سترا له من غلمان المشركين يعني لكي لا يكون هناك إنسان طائش يعني نحو هذا من الأمور التي يعني قد يتبرأ منها الكبار وحصلت ما يمكن أن نسميه حرب نفسية في أثناء أداء المسلمين العمرة لأن المشركين أشاعوا أن المسلمين تأثروا بالحمة التي هي في يسرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى الرمل هو الجري الخفيف فأمرهم أن يرملوا هذه الأشواط وأن يمشوا فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود لماذا؟ هذه الجهة الجهة بين الركن اليماني و الحجر الأسود هي في الجهة الجنوبية المشركين لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يروه في مكة فخرجوا من الحرم وظلوا فوق جبل قعيق عان لأنهم ما أحبوا أن يكون الرسول يجوس في الحرم أمامهم فلذلك من كان فوق الجبل من هذه الناحية كان لا يرى هذه الجهة الجنوبية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارملوا هذا الجري الخفيف ليرى المشركون قوتكم فلما فعل المسلمون ذلك كذب هذا طبعا يعني هذا المشهد كذب الشائعة وقال المشركون بعضهم لبعض هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد أوهنتهم إنهم أجلد من كذا وكذا كذلك من الحرب النفسية ما كان ينشده سيدنا عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة شاعر وهو أنصاري كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ينشد يقول شعرا يقول فيه خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فسيدنا عمر لما سمع هذا قال يا ابن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر فيعني كأنه أراد أن يقول القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلي عنه يعني دعه فهو أسرع فيهم من نطح النبل يعني هو أشد عليهم من السهام ومن السيوف مثل هذا الشعر ويعني أدى النبي صلى الله عليه وسلم مناسك العمر وكذلك يعني بعدما أداها سارع فأرسل مئتين من أصحابه ليحرسوا السلاح مكان المجموعة التي كانت في الحراسة لكي تأتي مجموعة الحراسة فيدخلوا ويؤدوا العمر طبعا بمجرد منتهى من العمر سارع المشركون وطلبوا منه أرسلوا إليه طلبوا منه الخروج يعني بمجرد منتهت الأيام الثلاثة اللي هو الوقت الذي حدد في المعاهدة ومن المشهور في عمرة القضاء هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة بنت الحارث الهلالية فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عرسه في مكة وأنه يطعمهم ويولم لهم وقال لهم يعني ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما وحضرتموه فقالوا لا حاجة لنا في طعامك واخرج عنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولحقت به زوجته ميمونة في الطريق إلى المدينة طيب هذه العمرة نستطيع أن نقول أنه هي كانت أول مشاهد الإسلام التي يشاهدها أهل مكة يعني أهل مكة لأول مرة يطلع على صورة المجتمع المسلم وهو يؤدي مناسك العمرة يؤذن يؤدي الصلوات الخمس ويطلع على أخلاق المسلمين يتراحمون فيما بينهم فهذا مما كانت له آثار في نفوسهم يعني لذارجة أن بعضهم أسلم في هذه العمرة وكتم إسلامهم فمن أسلم ولم يستطع أن يظهر إسلامه كتمه من استطاع أن يظهر إسلامه التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا ثبت أن المسلمين يعظمون بيت الله تبارك وتعالى يعني حتى هند بنت عطبة قالت والله ما عبد الله حق عبادته كما عبد في هذه الليلة فممن أسلم في هذه الفترة الفترة التي هي بين الحديبية وبين الفتح عمر بن العاص خالد بن الوليد عثماني بن طالحة طبعا هؤلاء كانوا مكسبا عظيما للمسلمين يعني نحن نتكلم عن عبقرية عسكرية خطيرة مثل خالد بن الوليد داهية من دهات العرب من دهات الحرب والسياسة مثل سيدنا عمر بن العاص وإذا قرأنا رواية سيدنا خالد بن الوليد عن إسلامه سنرى مدى ما أحدثته هذه العمرة في نفوس أهل مكة يعني هذه العمرة كان لها تأثير مزدوج يعني التأثير الأول هو التأثير العبادة الربانية الروحية التي شهد عليها المسلمون وناس ربانيون أخلاقيون التأثير الثاني هو تأثير القوة والسياسة والمكانة إنهم بعد سبع سنوات فقط من هجرتهم صاروا قوة وشوكة وكثروا ودخلوا البيت الحرام بعقد وعهد وحقيقة النفوس يا أحباب تتأثر بكل الأمرين كل على حدة يعني النفوس تتأثر بالروحانيات والنفوس تتأثر بالقوة فما بالك إذا اجتمع هذين التأثيران فلا شك أن التأثير كان كبيرا عمرة القضاء كانت في ذي القاعدة من عام سبعة الهجرة كما قلنا إسلام سيدنا خالد وعمر بن العاص كان بعدها بثلاثة أشهر كان في صفر عام تمانيا للهجرة ولما أسلم يعني كلاهما كل واحد منهما لما أسلم وجد نفسه أمام مهمته الجهادية الأولى بعد الإسلام طبعا نحن لأننا نتكلم الآن عن الغزوات لا ندخل في التفاصيل لكن بعد ثلاثة أشهر من إسلام سيدنا خالد كانت غزوة مؤتة حقيقة أنا مما نسيت أن أذكره لدى الحديث عن صلح الحديبية أن هناك خلاف بين العلماء هل الحديبية غزوة أم ليست بغزوة الذين قالوا أنها ليست غزوة طبعا حجتهم مفهومة وهو أن النبي لم يخرج لقتال ولم يقاتل لكن الذين قالوا بأنها غزوة كانت حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسلحا وأنه في بيعة الردوان بايع الصحابة على الموت وعلى القتال وعلى الصبر وهو إن لم يقاتل فيعني طبعا مثلها مثل الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعادة دون قتال طيب هذه هنا من الأمور التي تفسر لكم أيضا اختلاف العلماء في العدد عدد الغزوات والصرايا وإن بعضهم يحسب مثل هذه الأشياء غزوة وبعضهم لا يحسبهم طيب لكن هذا الخلاف الآن ينقلنا إلى الحديث عن غزوة مؤتة لأن بعض العلماء يحسبها ضمن الغزوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطتها على قدر من التفصيل النبي عين قائد الجيش وعين بداء القائد الجيش وأنه روى لأصحابه وهو بالمدينة أخبار القتال كأنه كان معهم فلذلك هؤلاء العلماء جعلوا هذه أشبه بالغزوات لكن بعض العلماء جعلها سرية كبقية السرايا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها ونحن ذكرنا سابقا أن الفارق بين الغزوة وبين السرية عند علماء السيرة هو الخروج النبي فيها خرج فيها كان اسمها غزوة لم يخرج فيها كان اسمها سرية طيب الآن مؤتة كما يتظهر في الخريطة التي أمامكم مؤتة هذه في أقصى الشمال يعني نستطيع أن نقول إنها أعظم توغل في الشمال إلى جهة الشام للمسلمين يعني المسلمون لم يبتعدوا في غزوة أبدا عن المدينة مثلما ابتعدوا في هذه الغزوة غزوة مؤتة لذلك هذه الغزوة كانت إعلانا عن مرحلة جديدة تدخل إليها الدولة الإسلامية بداية لعلكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثتي الرجيع وبئر معونا ذكرنا كانوا في صفر سنة أربعة للهجرة النبي لم ينتقم من القبائل التي قتلت أصحابهم قلنا ساعتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في فتح جبهة أخرى مع القبائل العربية قبل أن تحسم المعركة الأهم والمعركة الرئيسية التي كانت مع مكة وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتقم فيما بعد لمقتل رجل واحد حين تتغير الظروف طيب الآن هذا هو الوقت والانتقام الذي نعنيه الآن صارت الدولة الإسلامية دولة مكينة مفوذها واسع وغلبت أخطر أعدائها أو هادنتهم كما حصل مع مكة وذكرنا أنه من بين الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للملوك كانت رسالة إلى ملك بصرة في الشام ملك بصرة هذا هذه الرسالة كانت مع رجل سفير للنبي اسمه الحارث بن عمير الأزدي فإذا براجل اسمه شرحبيل بن شمر الغساني كان أمير البلقاء ألقى القبض على سيدنا الحارث بن عمير الأزدي وقتله ذكرنا أن الرسائل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل تسعة تلاتة أسلموا وتلاتة ردوا ردا لطيفا واثنين كذبوا وجحدوا لهم كسروا وصاحب اليمامة وواحد قتل الرسول اللي هو الغساني هذا فهذه هي المرة الوحيدة التي يقتل فيها سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل هذا الخبر إلى النبي عزم على القتال طبعا هذه أولا لم تكن أول مرة يتعرض فيها العرب المنتشرين في شمال الجزيرة العربية يعني الذين هم في نفوذ الروم لم تكن أول مرة يتعرض فيها المسلمين يعني حاولوا أحيانا التحشد لغزوة المدينة كما ذكرنا في غزوة دومة الجندل وكذلك يعني عداواتهم وتحركاتهم في محاولة قطع طريق على المسلمين والتعرض للمسلمين وهذا استدعى عددا من السرايا والبعوث طبعا نحن لم نتعرض لها الآن في هذه الحلقات لأن هذه الحلقات مختصرة وإحنا مركزين في الغزوات فلذلك يعني لم نتعرض لهذه السرايا لكن هذه لم تكن المرة الأولى وهؤلاء العرب قتلوا أحيانا بعض من أسلم من عرب الشمال فلذلك هي لم تكن المرة الأولى التي يقتلون فيها أو يعني يتعرضون فيها المسلمين لكنها كانت المرة الأخطر لأنهم تعرضوا الآن لقتل السفير النبي صلى الله عليه وسلم أخرج جيشا من ثلاثة آلاف وهذا كان أكبر عدد لجيش إسلامي حتى ذلك الوقت وجعل القيادة فيه لزيد بن حارثة وقال صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فالأمير جعفر بن أبي طالب وسيدنا جعفر عاد من الحبشة قبل عام وثلاثة أشهر فحسب إحنا ذكرنا أنه عاد من الحبشة مع فتح خيبر اللي كانت في المحرم سنة سبعة فطبعا هنا يبدو لكم يا أحباب إن الجهاد أمر لا يتوقف عنه الإنسان طالما كان حيا يعني هذه الحياة كلها عمل كلها بذل كلها كفاح حياة لا راحة فيها ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وسارع وسابق واستعين طيب الآن المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة إذن النبي وضع قادة المعركة أو وضع القائد وبدأ إله وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا إلى حيث قتل الحارث بن عمير الأزدي فيدعون إلى الإسلام فإن أجابوا وقبلوا فهو خير وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوا هنا من المواقف المؤثرة أن سيدنا عبد الله بن رواحة تأخر عن الخروج مع الجيش مع الجيش الذاهب إلى الغزوة يعني هو أراد أن يصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدرك الجيش فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال يا رسول الله أردت أن أصلي معك الجمعة فقال صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم خروج معه هذا يدلك على مسألة المصارع إلى الجهاد فالجيش الإسلامي وصل إلى منطقة معان وعندئذ بلغهم أن عرب الشمال تحشدوا في عدد كبير بعض الروايات تصل به إلى مئة ألف وثم دعمهم الروم يقولون بمئة ألف آخرين يعني الجيش الذي عددوه ثلاثة آلاف صار في مواجهة جيش كما في الروايات الواردة عند أهل السيرة في مئتي ألف وإن كان طبعا في الرقم مبالغة لكن يعني هذه هي الأرقام الواردة لذلك عقد هذا الجيش الإسلامي مجلسا للتشاور تقول الروايات أنه استمر ليلتين فبعضهم يرى أن نتقدم وبعضهم يرى أن نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يأتينا بمدد من جديد سيدنا عبد الله بن رواحة قال لهم يعني تكلم فيهم بكلام حماسي ورغبهم في الشهادة وقال يعني يا قوم إن الذي تفرون أو الذي تكرهون لهو الذي خرجتم تطلبون الشهادة ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور يعني غلبة نصر وإما شهادة ويعني نفذ رأيه واتفق القوم على ذلك بدأ القتال وما هو إلا قليل من الوقت حتى أسفر عن استشهاد زيد بن حارثة قائد الجيش وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة وذكر وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت قالت أنا لزيد بن حارثة وصلت الراية بعد ذلك إلى سيدنا جعفر سيدنا جعفر كان لديه فرس شقراء فتقود الرواية فاقتحم بفرسه الشقراء في الجيش وكان يقاتل وهو ينشد على عادة العربي ذلك وقلنا أن هذا الإنشاد يشبه في أي من هذه الأنشيد الحماسية أو ما شابه سيدنا جعفر كان يقاتل وهو ينشد يا حبذ الجنة واخترابها طيبة وباردة شرابها والروم روم قدنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إن لقيتها ضرابها فضرب ضربة قطعت يده اليمنى فأمسك الراية بيده اليسرى الآن يده اليمنى ضاعت فضرب ضربة على يده اليسرى فأمسك الراية بعضضيه يعني ظل محتضنا الراية فانهالت عليه السيوف حتى قتل شهيدنا رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عمر كان من شهود هذه المعركة وروا أنهم وجدوا في جسد سيدنا جعفر بضعا وتسعين من طعنة ورمية فيبدو كان الهجوم مكثفا جدا جدا على سيدنا جعفر والسيدة عائشة رضي الله عنها روت تأثير هذا الخبر قالت لما جاءت وفاة جعفر عرفنا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الحزن وقال صلى الله عليه وسلم عن جعفر قال رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة مدرجة قوادمه بالدماء يطير في الجنة وقال في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جعفر يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه لذلك كان سيدنا ابن عبد الله بن عمر إذا لقي عبد الله بن جعفر له ابن سيدنا جعفر قال له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين وظل هذا اللقب في أبناء سيدنا جعفر رضي الله عنه طيب الآن زيد قتل جعفر قتل فجاءت الراية إلى عبد الله بن رواحة فتقدم بها أيضا وهو يعني سيدنا عبد الله بن رواحة شعر في نفسه ببعض التردد أو بعض التأخر فأنشد يحفز نفسه يقول لها أقسمت يا نفس لتنزلنه أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشد الرنه ما لأراك تكرهين الجنة قد طالما كنت مطمئنه هل أنت إلا نقفة في شنه يعني يهون من نفسه الشنه هو السقاء البالي الجراب الذي يسقى فيه هل أنت إلا شيء بسيط وورد عنه أيضا أنه كان يحفز نفسه فيقول يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيتي فقد أعطيتي إن تفعلي فعلهما يعني فعل زيد وجعفر هديتي وأخذ في القتال حتى قتل شهيدنا رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن فضل الأمراء الثلاثة في حديث طويل وهو رؤية له صلى الله عليه وسلم عن مشاهد الجنة ومشاهد النار وذكر فيه أنه كان يسير مع ملكين فقال ثم أشرف بي الملكان على نفر ثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت من هؤلاء قال هذا جعفر وهذا زيد وهذا عبد الله بن راح إذن قتل القادة الثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال فإن قتل عبد الله فليولي المسلمون من شاءه لم يسمي بعدهم قائدا فقبل أن تسقط الراية أخذها رجل من الصحابة اسمه ثابت بن أرقم وهذا صار ينادي يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم وأحيانا يقولون أنه هو ثابت توجه بالراية إلى خالد بن الوليد أو المعارك الجهادية الآن الكبيرة فأعطاها له وخالد سيدنا خالد قال يعني أنا ما زلت يعني المهم سيدنا خالد حاول أن لا يأخذها لأن في المسلمين من هو أسبق منه لكن ثابت من أرقم قال ما أخذتها إلا لكي أعطيها لك وفي ذلك اليوم قاتل سيدنا خالد بن الوليد قتالا عظيما مشهودا وهو نفسه ذكر عن نفسه قال تكسرت في يدي يوم مؤته تسعة أسياف في المدينة المنورة وعلى هذا البعد الطويل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فيقول لهم ألا أخبركم عن جيشكم الغازي انطلقوا ولقوا العدو أصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا اشهدوا له بالشهادة واستغفروا له ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هو سيف من سيوفك فانصره هو سيف من سيوفك فانصره فيومئذ سمي خالد سيف الله طيب ماذا فعل خالد هذا ما نراه إن شاء الله في الحلقة القادمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة